مرحبا شباب قامت أبل في خطوة غير مسبوقة بالتوقف عن تطوير تحديد آي ويس 18 هذا التحديد كان سيأتي بتغييرات عملاقة لمستخدمي الآيفون مثل إعادة تصميم الواجهة الرئيسية وأيضا نظام إشعارات جديد بالكامل وتغييرات أخرى عملاقة لكن اليوم نزل قرار جديد من كريك فيدريكي الذي يشغل منصب نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في أبل يقول أن أبل قامت بتوقيف مؤقت لتطوير نظامها الرئيسي القادم آي ويس 18 والذي كان من المنتظر ينزل شهر 9 القادم مثل كل سنة وجاء قرار هذا التوقف إدراء العدد الرهيب من الشيكيات التي تتوصل بها أبل حول عدة مشاكل في أنظمتها وخصوصا نظام آي ويس مع كل تحديد تأتي إصلاحات كثيرة لكن ولا هي توقفت هذه المشاكل والنظام لم يستقر بتاتا منذ تقريبا سنتين وبالضبط منذ نزول تحديد آي ويس 15 والمشاكل تتهاطل على مستخدم الآيفون في كل تحديد جديد قرار أبل بتوقيف تطوير تحديد آي ويس 18 جاء خصيصا من أجل توقيف تطوير المميزات الجديدة والتركيز حصرا على إصلاح المشاكل في التحديد الحالي حيث قامت أبل بجلب كل أعضاء الفريق المخصص بتطوير تحديد آي ويس 18 وإضافتهم للفريق الذي يعمل على التحديدات الحالية وجعلهم جميعا يركزون فقط على حل جميع مشاكل التحديدات الحالية صراحة من أفضل الخطوات التي قامت بها أبل لأن حقيقة تواجد مشاكل في كل تحديد صار أمرا لا يطاق أخبرني رأيك في التعليقات حول هذا القرار إذا أنت مع توقف إضافة مميزات جديدة والتركيز فقط على إصلاح المشاكل ولا تنسى لايك للفيديو وتأكد أنك مشترك ليصلك كل جديد في عالم الآيفون أول بأول نلتقي غدا في فيديو جديد سلام